نقل الخبرة المصرية في مجال السياحة والزراعة من خلال إقرار استثمارات في الجزائر بعد موافقة الحكومة على الطلبات المدعى على مستوها هو ما تسعى مسل تجزيده في الجزائر وفق القاعدة الاستثمارية 49-51 التي لا تشكل عائقاً للمصريين يقول الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات التجارية بصفارة مصر بالجزائر من الملف الزراعي والملف السياحي من الملفات الهامة أتوقف فيها نتائج طيبة وإيجابية في القريب العاكل مصر بلد سياحي وعندها خبرات كبيرة في هذا المجال فالتبادل الخبرات وتبادل المنفعة وتبادل المصالح ده شيء كويس إحنا إذا كان الجزائر شافاً الخير والمصلحة في أن تكون 49-51 إحنا سعدنا أن نحن التعاومين في مشكلة وزاي نقول حالك أن في ظل هذه القاعدة أسمرات المصرية موجودة وعن شق استيراد كمية من الغاز المسلمين الجزائر أكدت مصر أن صفقات الغاز مستمرة لتزويدها بكمية معتبرة لن تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار خلال السنة الجارية تبعاً للتغييرات الحاصلة في أسعار السوق العالمية نستورده من سنوات كبيرة جداً نعتمد على الجزائر والألينجي اللي هو الغاز المسال إحنا بنستورده وإحنا بنسعد به والملفات مفتوحة ومشية على قدم نساق الاستثمار في القطاعات البديلة للمحروقات بالجزائر والاستنجاد بالخبرات العالمية السبيل الوحيد لإخراج البلاد من عباءة المحروقات اشتركوا في القناة